المشهد الأكثر انتشاراً ما فعلته بيرقدار التركية برتل عسكري روسي ونجاح مهمتها تلك التي شاركت في العراق وليبيا واسمها تي بي تو يبلغ طولها حوالي 6 أمتار ويبلغ مدى بصاط الجناحين 12 متراً يمكن أن تبقى في الهواء لأكثر من 24 ساعة وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 220 كم في الساعة أمريكا لم تقف صامتة حيث تعتبر نفسها الدولة الأكثر قوة في السلاح لتظهر بالشفرات القاتلة اسم الطائرة المسيرة التي تريد منافسة بيرقدار التركية بها وهي قادرة على حمل صواريخ موجهة منتطورة يمكن أن تستهدف بدقة الدبابة الروسية ومواقع المدفعية إذن تحولت الحرب إلى ساحة منافسة بين منتجات الدول العسكرية والنتيجة إثارة الدمار وإشعال التوتر بدلاً من إخماد نيرانها موسيقى 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 موسيقى